شفتك انتقدت مداخلة للسيد محمد الحلبوسي هذه المداخلة كانت عن رفضه إدراج أسماء المكونات في مشاريع القوانين طيب أنت من الداعين إلى أن تكون الخط الوطني هو الطاغي ليش تنتقد هذه المداخلة؟ هل هو انعكاس لموقفك السابق من الحلبوسي؟ أم بالتحديد هذه المداخلة كانت بها شيء غريب؟ يعني حينما تدافع العاهرة عن الشرف تسيء للشرف وحينما يتزعم اللص النزاهة يسيء إلى النزاهة فمن ذكرت أنت هو زعيم الطائفية في منطقته وهو صاحب مشروع الكونفدرالية والانفصال ومعلوم لدى المتابعين حينما يخرج خارج بلده بأي لسان وبأي لغة يتحدث أنت ليش تحاشيت ذكر اسمه أصلا؟ من ذكرته أنا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعني أنت مفتهمت أنا أقول ذا؟ لأ فهمت بس أنت ليش تحاشيت؟ يا كفي مرات بالإشارة مرات بالإمارة يا أنت بتريد تذكر اسمه؟ كيفي؟ زعيم الطائفية أو هو زعيم الطائفة خلي نقوله أو هو ممثل الطائفة؟ طائفة السونية انتخبته رئيسا للبرلمان لا والله من انتخبه إلا غمان الشيعة وأغبيائهم حينما خدعهم بالكوميديا مالتا أعوذ بالله قبل الأياد فصدقوه غمان السلطة غمان السلطة غمان السلطة ولماذا قبله الشيعة لأنه شاب جديد من مدرسة جديدة لا لأنه قبل أيديهم لأن غمان الشيعة لا يطيقون من يناقشهم لا يطيقون من له رأي غير رأيهم أبدا ولو هو منزل من السماء لكن لمجرد أنه قادر على أن يقول لا هذا خطأ المنهج هذا صح سني أو شيعي هذا يسرع على صيف أما لي يضحك عليهم ويقبل إديهم هو اللي يمشي هذا جاء به الغمان من جاء بالغلمان الغمان